وبالمناسبة من ضمن الامارات يعني امارة جديدة لان فعلا فريقنا على قدر المسئولية عايزين نقول لحضراتكم من البعثة بمجرد وصولها من المطار يعني توجهت مباشرة الى ملعب مختار التيتش وابدون راحة طبعا عشان يقدوا تمرينات استعدادا لمباراة الداخلية يوم الاربعة الجاي ان شاء الله على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التالتة في بطولة الدوري الممتاز بعد الوصول للمطار توجهت حافلة الفريق الى مقر النادي بالجزيرة مباشرة وادى كل اللعيبة اللي شاركوا في مباراة السوبر تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الاجهاد العضلي في مخاض باقي اللاعبين تدريباتهم على ملعب التيتش تحت اشراف الجهاز الفني في مخاض علي لطفي ومصطفى شبير تدريبات تحت اشراف ميشيل يانكن طبعا مرسل كولر كارحاريس انه يتحدث مع اللعيبة قبل انطلاق التمرين ثم تم عقد جلسة تنسيقية مع كابتن سيد عبد الحفيز للترتيب للمرحلة المقبلة ان شاء الله حلو جدا